سلمت وزارتاء التجارة والإعلام عصر اليوم قناة الوطن كتابا لإغلاقها بعد خسارة الشركة لرأس مالها وإلغاء رخصتها وذلك بحضور قوة تنفيذ من وزارة الداخلية حيث جاء القرار بعد خسارة الشركة لرأس مالها وعقب ذلك توقفت قناة الوطن عن البث وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا إداريا في يناير الماضي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وذلك بسبب مخالفة الشركة لاشتراطات الحد الأدنى لرأس المال كما أن محكمة الاستناف قضت بإغلاق جريدة الوطن وأصدر وزير التجارة قرارا إداريا بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة دار الوطن